حمود شكرا، اللقطة الأخيرة لك اللقطة الأخيرة اللي هنتكلم عليها هو مارسل كولر مدرب عبقري ولا مارسل كولر مدرب دهيا؟ هو راجل تحسه طيب كده بس في الأول وفي الآخر مارسل كولر مش طيب خالص في الكورة النهاردة الناس كلها سألت هو ديانج ليه نزل؟ وإيه اللي حصل بعد ما ديانج نزل؟ تعالها نشوف ديانج نزل ليه؟ شوت الثاني، النادي اللي كان متراجع بشكل كبير جداً والنادي اللي كان بيستقبل اللعب بشكل كبير، فالناس كانت متضايقة وزعلانة تعال بنتفرج هنا على اللقطات اللي كانت أخطر الثلاث كور ودي أول فرصة للترجي في المباراة هنا الترجي بيحضر الكورة، عاوزك تتفرج على الراجل اللي في نص الملعب اللي اسمه يان ساس اللي هو اللعيب رقم عشر أنا ماشي الفيرمات وإحنا بنتكلم، أول ما الترجي هيستلم الكورة دايماً كان الراجل ده بيتلعب الكورة فيه في ظهر خط النص بتاع النادي الآلي أول ما الراجل بيستلم هياخد الكورة، هيلف بإمام عشور، وبعد كده كريم هيزق كورة وهيشوت واحدة دي كانت أول فرصة لنادي الترجي في المباراة هتلاقي إن النادي الترجي بيحضر، بص يان ساسل في نص الملعب اللي بيعامل إيده كده لو عاوز يستلم الكورة، وبص على الراجل رقم 6 بص هنا على مرار عطية بيشاور لمين؟ بيشاور لوسامة أبو علي إنه ينزل يضغط على الرعيب رقم 6 مارس الكولر تحت عمال بينادي على حد، حط إيده على بقه بينادي على حد، شوف الفريم اللي بعده، هتلاقي إن مارس الكولر عمال ينادي على وسامة أبو علي بيقول له اضغط عليه ومرار عطية لسه بيشاور لوسامة أبو علي، بص بقى على الراجل اللي بيستلم ما بين خطوط النادي العليم، ما بين خط الدفاع وما بين خط النص أول ما الباص هيتلعب له يا كريم، كورة هتتحول خطرة جدا لنادي الترجي، ولكن أكرم توفيق راح بمنتهى القوة وقدر إنه يعمل تاكلين طب تعال نشوف أخطر فرصة جات لنادي تكل ده بيحصل في 6-7 دقائق، كورة بقى الأخيرة اللي بعدها حصل الحل العبكاري من مارس الكورر نفس الكرامة كريم كده بص، الراجل هنا برضو بيستلم لوحده اللعيب اللي اسمه يانساس لماشي الفريم اللي بعده، الراجل برضو بص هيستلم اللي جنب الحاكم أول ما تلعبت له الكورة يا كريم، الراجل هيستلم وبمهارته كبيرة جدا لف، لعب دابل باس مع الراجل رودريجز، هيلعب له الباس تاني أول ملوان تودة عمل، بص الراجل أم لاعب كورة دي كانت أخطر كورة على نادي الأهل، مارس الكورر يتفرج زينا؟ لا، تعال يا باشا نزل ديانج، طب هو ديانج يعمل إيه؟ تعال نشوف ديانج نزل، راح وقف فين؟ أول ما ديانج نزل، بعدها بالضبط بالضيئة، الراجل اللي احنا بنتكلم عليه إيه؟ الراجل بتاع اللي هو في نص الملعب، اللي هو أبو شعر أصفر ده هو رقب إيانساس، فين ديانج يا كريم؟ ديانج أمرا يحلو، فضل واقف مع الراجل، أول ما يروح في أي حتة، ديانج مالا نص الملعب، طب هو مالا نص الملعب ليه؟ وسحب حسين الشحات ليه؟ حسين الشحات يعمل برضو عمق في وسط الملعب، ويبقى ماسك الشعلاني، فبقى ديانج شوف زي ما انت شايف كده، ساب كل الملعب في الحالة الدفعية للنادي الأهل، ومين رجع يلعب بقى تحت مع الراجل اللي هو رقم 6 اللي كان مرسل كورربي ده هتلاقى عطول أكرم توفيق زق معه، فبالتالي ن تنزل حسين الشحات مكان أكرم توفيق وأكرم توفيق لبقى زق مع الراجل، بص ديانج وقف مع الراجل، أي حتة يروح فيها، بعدها بربع ساعة، الراجل أمي طلع على راجل رقيان سازده، طلعه بره المباراة خالص، تغير عبقرية من مرسل كورر، اللي الناس بجد لازم تديله حقه، مدرب عظيم، صحيح، معايا ديئة، وعايف أنك نفسك تتكلم كتير على أكرم توفيق، بس هزي تديله حق، صحيح، هنشغل لقطاتو حتى نتكلم على أكرم توفي النهاردة يا كريم بيقدم مباراة بريحة أكرم توفيق أول ما بدأ مشاركاته مع النادي الأهلي، أكرم توفيق بيقدم أفضل أداء للاعب وسط ملعب في البطولة بالكامل، 15 استخلاص من 15 فوز بالكرة من 18 التحام سنائي، تعرف أن إيه؟ لعب في فاينال تشامبينز ليج أفريقيا بياخد 15 كرة، 15 إفساد للهجمة من المنافس، وتمانية تاكلنج ناجحين، وساهم في فرصة، صناعة فرصة ليه وسام أبو علي خلال المباراة، عنده 40 استخلاص للكرة، وفوز بالتحامات سنائية في أربع مباريات شارك مين في دوري أبطال أفريقيا؟ هو المعدل الأعلى لأي لعب وسط، 10 كرات في المباراة، 10 صراعات سنائية بيفوز بيهم الراجل في المباراة، قد مباراة وأفسد كل هجمات الترجل وناس كتير استغربت، هو ليه بيسحب مروان وسائب أكرم في الملعب؟ علشان ده، الناس تركز في الفريمز وإحنا بنتكلم، هتلاقي إن كل الفريمز اللي بتتعارد دي إفساد لهجمات خطرة جداً أو مرتدة، أو الحصول على الكرة في عملية الضغط العكسي، عشان كده الأهلي استعاد ملك الصراعات السنائية، ملك القرة الثانية، أكرم توفيق في مباراة اليوم، علشان كده عن جدارة واستحقاق، هو اتكرم بعد المباراة كرجل المباراة، وده كان أقل حاجة يتكرم به أكرم توفيق عن أداءه في الفترة الأخيرة، وتوجت في مباراة النهاردة علشان يكافأ على فترة طويلة، ما بين إصابات وما بين فترة قاعد فيها على الدك جيمي أنا بشكرك شكراً جزيلاً، محمود أنا بشكرك شكراً جزيلاً، مقدمش عليكم أنا فرحت أولين أهلي النهاردة أن هو كسب البطولة، وبسط جداً بالمباراة النهاردة، بس عجبتني المباراة دي النهاردة أكتر، مباراة حلوة اللي بينكم والله هجماعة مع الناس جامدة جداً، جيمي يعني والله كريم وها جماعة محمود شاكر ومحمد جمال، ده يرقص وده يشور وده يرقص وده يحطها بدماغه، حاجة عظمة العظم، أنا مشكركم شكراً جزيلاً